نهاردة كرس من الاخر اي راك اي حاجة بيطلع بيها معنا الدكتور كريم اكرم وطبعا جايب لنا كرس حلو جدا الناس اللي بتصل في اول الحلقة وده بقى معايا معتاد ان انا في الفقرة للطبخ بقى يكلموني عن المنتجات بتاعتكم فماشو الله بقيته مغطيلي على الحلقة عشان عايزين للحاول عرض ومش عشان حاجة مش عشان سواد ايوني عشان عايزين للحاول عرض والحاول خاصة وعشان حضرتك بتقول حاجات مهمة جدا وصوت فغريب انا باجي في الحلويات اوه صح ده السوشي حلو انا مش ينفع اقول انا حضرتك بتجيب لنا عروض حلوة ايوه صح فاهمني عشان لو في عرض نقدر نكمله معاه ونزوده ما يبقاش فاهم كده ان هو جايب اخر الحلو صح فاهمني انا بعرف اتعامل مع الدكتور انا بكون مبسوط جدا انا معاك انا يخليك تسهل انا مبسوط جدا لما بعمل العرض الحلقة للناس بتاعتك لاني بعمل العرض بيكون مختلف شوية من جهة الخصم من جهة الهداية لاني كمان انا باخد الخصم من الناس بتاعتك باخد الهداية منهم ايه اكتر منتجاتهم عايزينها ايه اكتر منتجات هتجيب معهم نتيجة حال لو هجيب هداية لازم الهداية تبقى قائمة مش عشان خاطر هي تحت مسمى الهداية وانها ببلاش وانها مجانا تبقى ملهاش ايمان صح او ملهاش دعوة بالتخصيص اصلا انا كل الهداية بتاعت النهاردة لها علاقة بالتخصيص طيب انت ليه النهاردة سمت لينا الكورس من الاخر اه ده سؤال مهم عايزين نعرف بوكس من الاخر هو المقصد منها ان اللي بيعانيه مشكلة السمنة اكيد بقى له فترة كبيرة بيعاني منها تمام واكيد جرب حاجات كتير جدا صح طبيعي اقل ما فيها الضايت سيجربه اسبوعين كده واتحرم من الاكل ويقول ايه بش من قد ايه والكلام ده فاكيد تعب وماكملش وخسي تلاتة كيلو في شهر ورجع لما كان في اسبوعين ازاد عشرة كيلو دي حقيقة فبالتالي هو ما لقاش الحاجة اللي تجيب مع النتيجة اللي محتاجها صح اللي بيعاني من مشكلة السمنة هي السمنة مرض بالنسبة لنا انا بشوف ان السمنة مرض اللي بيعاني من مشكلة السمنة هو بيشوف ان دي مشكلة مظهرية يعني ان انا شكلة خيم بس لا هي السمنة هي صحية كمان طبعا مية في المية هو ده مرض السمنة هو اول باب بيتفتح لبقى الامراض التانية اللي بيتم تلاقيها خلال السنين الضغط والسكر والغدة والتكايسات ومشاكل العظام وامراض تانية كتير فانا بشوف ان السمنة مرض فانا جبتلو من نهار ده الحاجة اللي من الاخر الهدف من الاخر فكرة ان انا جبتلكو الحاجة اللي انتو مش هتجربوا بعدها ودي كانت اهم نقطة ان انا جب لهم حاجة يكون موصوك فيها مرخصة من وزارة الصحة امنا ملهاش اثار جانبية حتى للناس اللي بتكون الان سنة انا جبتلها النهار ده حاجة تطمنها بالزيادة من ضمن الهدايا في منتج يطمن الناس بالزيادة انا جايب لهم حاجة من الاخر جايب لهم ملتي فيتامينز مجانا عشان خاطر للي بيكون الان سنة هو بيحصل اثار جانبية تساقط للشعر ارق انا مش عارف انام اسهال امساك فيه ناس بتسأل في ده وحقهم ده طبيعي انا غير ان هسكتهم بفكرة انه مرخص من زارة الصحة هسكتهم بفكرة انه هو معانا متابعة مجانا من اول يوم لاخر يوم هسكتهم بفكرة الخصم والهدايا انا جايب لهم اساسا ملتي فيتامينز فانا ما ينفعش ان انا يكون البوكس بتاعي فيه اثار جانبي واجيب ملتي فيتامينز انا كده حولت البوكس البوكس علاجي مش تخصيص لان انا بقى هقولك الشعراية وهعملك نظرة للبشرة وهقولك الضوافر فانا خليتولك بوكس علاجي فازاي هديك ملتي فيتامينز مع بوكس بيعمل اثار جانبية صح بالعكس ده بيكمل ده كلام مقنع هو ده الهدف النهاردة ان نقفلك كمية الحجاج او التلاكيك اللي هتتتحجييها لنفسك لا اللي عقلي هيدهاني يعني اروح اطلب لا ما هو ممكن يكون مدر مثلا مش عارفيت لا ما انا ممكن شعري وضافري ورموشي وحواك بيقعوا لا ما لما بيجي عمل ضايت مش عارف ايه بيبع عندنا تساؤلات كتير لا ده ممكن يتعب المعدة عندي فيشتغل على المخ كل الكلام ده ما فيش منه فانا قفلت لهم حجة الصحة قفل لهم حجة الفلوس ودي برضو حجة مهمة جدا وبتفرق من حد لحد صح يعني في ناس بتوصل لمرحلة ان هي طبعا عايز تعمل عمليات بس بش مناسبة لها لماديا ولا مناسبة لها صحيا عايز اخس فانا وصلت للمرحلة ان انا عايز اعمل عملية مظبوط انا كمان هقفل حجة الفلوس بمعنى انا النهاردة هدفع علبة كابسولات بس من البوكس بتعمل اخر بوكس من الاخر كل اللي هتدفع 8 وعلبة كابسولات 30 كابسولة بخصم 60% لأول ميت متصل و50% حد 12 بالليل يعني مش خصم واحد خصمين خصم 50% ل12 بالليل خصم 60% لأول ميت متصل أول ميت متصل اليوم خصم اضافي 10% لأ عروضك حلوة زي الحاجات الحلوة اللي احنا عاملنا كده انا يعني هقول كده لان خلاص كنت عايزة اشوف هيقول لي ايه طب العروضة هتبقى مش تمام اقعد افاصل معاه وناخده ندي لأ انا عايزة اقفل لهم حتي خصم حلو جدا زي ما قلت ان البوكس مرخص البوكس امن جايب لكم المالتي فيتامينز ببلاش من ضمن الهداء الشحن مجانا لكل محافظات مصر طب يا دكتور عايزين نقول لهم في بداية الحلقة كده او بداية الفقرة احنا معانا الصفحة تبقى موجودة على الشاشة حالا وكمان اركام متواصل نقدر من خلال كل الخدمات اللي معانا نتواصل معانا بمنتهى السهولة ونطلب الكرسي ثلاث وسائل صوري الشاشة دلوقتي عشان تبقى من اول ميت متصل وعلى فكرة انا هزو قلوهم سر كمان ان اي حد هيرن دلوقتي او هيبعت رسالة على الواتساب او على الفيسبوك بكلمة السر بوكس من الاخر العرض سر ليه حتى لو الميت متصل خلص تقول ليه ليه هو اما رني اما بعت رسالة والحلقة على التلفزيون مدام الحلقة شغالة دلوقتي على التلفزيون العرض سر ليها حتى لو الفريد تبه ما ردش لان احنا بنشوف ان الدول الأولوية فبالتالي الستين في المية خصمة متاحة لكل الناس اللي هتريني دلوقتي او هتبعت رسالة الخصمة على ايه على قلب الكابسولات مكونة من تلاتين كابسولة بنزل عليها سبعتاشر كيلو في الشهر ده اللي انا هدفع تمنه بس اه يعني حجة الفلوس اتقفلت اقفلها ليك اكتر تمام لما انا النهاردة لو جيت حسبتي يومي هنلاقيه كام يعني مواصلات وفطار وغدى وعشا ايا يكون مصاريف اليوم كام من مية لامتين جنيه وده يعني المتوسط تمام مظبوط اه انا النهاردة الكورس لو لو اسمته على ستين يوم لانه هو البوكس بتاعنا ستين يوم بينزل خمسة وتلاتين كيلو اه لو انا اسمت التمن بعد الخصم الستين في المية انا هدفع اربعين في المية بس لو اسمت الاربعين في المية دول على ستين يوم والله ما هيجيبه اتناشر جنيه مش قادر اقول له حقا يعني تبقى بتصرفي بتصرفي على مواصلاتك وعلى افطار وغدع وعشا ولو راجل طبعا بقى هتلاقي برضو بحاجات سخنة وحاجات كده من مية لامتين جنيه انت البوكس بتاعنا ارضو شغف عليك اصلا في اليوم بتنشر تلاتاشر جنيه يعني انت اشتريت سحتك بتنشر تلاتاشر جنيه في اليوم اسمت ستين يوم بس اسمت كده الخصم الاربعين في المية اللي انت تتفقيهم على ستين يوم هتلاقي انه اقل بكتير يا دكتور عشان بس في اول حلقة اتصلوا بيا اه ناس كتير اه تكلموا عن حتة ان ما عندهمش مقدرة مادية لدفع الفلوس دي حاجة بيقولك بتوقف عليك في اليوم باتنشر جنيه تلاتاشر جنيه حاجة مفروض ان احنا منقولش الكلام ده على هو بس الدكتور بيقول اوه يعني بيديكوا ان الحاجة فعلا ببلاش يعني كرسل اخر فرصة دي فعلا هو يستحق الاسم ده فانت عايزة ايه فرصة اكتر من كده عايزة ايه توفير اكتر من كده لو انت حد مش عندك المقدرة ده انت لو استنيتي شوية وشلت الفلوس على بعضها اتعرفت تجيبي الكورس بتاع دكتور كريم يعني في حلول كتيرة جدا تقدر تعمليه لو جبتي واحدة صاحبتك او جرتك او اختك او مامتك او زوجك ايا كان هتقدر تقسمي الكورس انت وهو وتتقسمه في الفلوس والدنيا هتبقى الله عبر بالزبط لان بوكس من الاخر ينفع اتنين استدونا انت وجوزك انت والدتك انت واختك انت وصحبتك اه عادي جدا اه حتى الاربعين في المية اللي هتدفعهم من ثمن قلبة الكابسولات ينفع تقسمهم هي او حد فهيقف عليك في عشرين في المية وعلى صاحبك مش عايزين بقى نقولكم بقى اللي هو عيبقى بكام ونقم خلاص كفاء عليكم كده يعني حتى الترتاشر جنيفة حده يقسمي خلاص بقى دكتور احنا كده بنبيع ببلاش احنا كده بنبيع الهواء من جهة الصحة انه مرخص مزورة الصحة وحطتلكم النهاردة اصلا مولتي فيتامينز غير كده كمان طمنتهم من الناحية المادية نيجي بقى للهدايا احنا مش هنتفع غير علبة كابسولات بخصم ستين في المية لاول مية متصل وخصم خمسين في المية لحد اتناشر بالليل هتفع حاجة تاني والله لا التوصيل ببلاش المتابعة ببلاش من اول يوم لاخر يوم حتى لو اتنين هستخدموا العرض نيجي بقى طب سؤال بقى التوصيل عشان جالي سؤال على الموضوع ده في محافظات ولا داخل القاهرة والجهزة فقط لغير لا والله يعني ده عشان ببلاش لكل محافظات مصر يعني توصيل مجانا حتى للمحافظات عشان جالي سؤال على الفيسبوك يا شيف هو داخل القاهرة والجهزة بس ولا في محافظات فهو الدكتور جاوب عليكم في محافظات الموضوع سهل وبسيط جدا جانب ان فيه متابعة مجانا من اول يوم لاخر يوم يعني انت مش تاخد الكورس وتمشي كده مع نفسك تبدأ ايه انا اصف يعني ناخد يوم ونقعد يوم ونتدلعب بمعنى اصح لأ انت هتاخد الكورس وهيبقى فيه فريق طبي بيتابع معاك لو نسيتك كابسولة لو عندك مشكلة في حاجة اخدتها نزلتها تديها اول اسبوع نزلتها تديها في اول شهر طبعا المتابعة دي مهمة جدا طبعا المتابعة دي مجانا مهمة جدا طبعا عايزين ناخد صور با يا دكتور نشوف كده الحالات اللي احنا وصلنا لها ايه النتيجة معانا معانا دايما ان يبدأ لي بالعنصر الرجال والله ايه منع متحيز متحيز انا عارفة هي منطقة البطن الهدف هنا من فكرة ان منطقة البطن اكتر منطقة بتعانيت في النزول نا انت شايف البطلة مفيش الدنيا ماشية ايه رايك في السكة بالنفس اه دايما ما شاء الله منطقة البطن اتدمرت الكابسولة بتاعت النهاردة بتدمر الكرشة خالص راجل وست وبنت وشاب لان بوكس النهاردة مناسب من اول اتناشر لحد سبعين سنة غير كده كمان معايا النهاردة الهدايا بقى معايا علبة الكابسولات تانية مجانا معايا مالتي فيتامين مجانا انا قلته طبعا وشارحته وبيعمل ايه معايا اه اه الاهوة الخضرة الاهوة الخضرة المهمة جدا انا بشربها كل يوم الاهوة الخضرة قبل الفطار عشان خاطر بتساعد على سد الشاقرة العنصر النسائي اه طبعي بقى انا مش بتحيزل حد انا بوزر عملية الناحة والتثبيت ظهرة في الصورة فكرة الناحة والتثبيت كان عندنا منفصل كان كرسل واحده يعني هي هنا بصد كان عندها مناسبة وكان يعني يعني الدنيا مش افضل حاجة بصدو هي بعد كده زبطت الدنيا ولابسة حاجة هي فتحة برضو مش غمقى لونين فتحين بس ما شاء الله في فرق الشايبينج بتاع جسمها بنفسه اختلف الناحة والتثبيت اه هي لسه مكملة طبعا اه مكملة معنا لسه فضل الله سبعة كيلو عايزة تنزل اه بشكرة جدا جدا ما شاء الله لأ الفرق باين تميت ارادة طبعا عندها وثقة بالنفس اكيد جربت كتير ويقست بس النهارده بوكس مرخص بوكس امن خصم ستين في المية هدايا كتير لا احلى حاجة عاملها ان الخصم ماشي معنا لحد ساعة 12 خصم خمسين في المية فحلو برضو في فرصة جديرة ان احنا نجيب الكورس مش حاجة يعني خلاص ان عدى الساعة صح صح ده لو احنا ملح ساعة صح لا ميت متصل خصم ستين في المية الاول ميت متصل على قلب الكابسولات فقط ميت متصل حلو يعني اه تمام بقدر ان اعمل خصم اضافي ايه الخصم الاساسي خمسين في المية حد 12 اعملت خصم اضافي 10 في المية ستين في المية الاول ميت متصل تمام لا انا مبسوط بجد ايه ما فيش مشكلة بالنسبة لي حلو جدا العرض حلو قوي ستين في المية الاول ميت متصل وخمسين في المية لحد الساعة 12 بالليل العرض حلو جدا الحقه زي ما الدكتور قال في بداية الحلقة او بداية الفكرة ان احنا مش بنتكلم في الشيب الخارجي او الشكل الخارجي لا احنا بنتكلم كمان صحية داخلية يعني فيه ناس مننا كتير بتبقى شايفة ان انا شكلي مش حلو مش عارف هلبس تخيني يا زي دا على الزنفة مش بجيلي عرسان الكلام اللي احنا بنقعد نقوله ده لا هو بيرجع كمان للصحة احنا بنعرفش نطلع سلم بننهك طول الوقت بعد كرة بنتعرض لسكر نفس اصلي نفس امتحرك لقشونا في الركب يعني عندنا مشاكل كتير جدا تاني وتالت بكرر ان الهداية النهاردة قيمة جدا قلبية كابسولات قهوة خضرة مولتي فيتامين القهوة الخضرة بتسدلي الشهية او زيها زي كابسول فمهمة جدا وكابسولة بتعمل حيث كبير من المعدة بتتملح حيث كبير من المعدة يعني من حوالي 60 80 80 بل انشان اقول 60 يعني من 60 ل 80% فبيبقى فاضل 20% تقدر تاكل فيه حاجات بسيطة يعني هتاكل كل اللي نفسك فيه او هتاكل كل اللي نفسك فيه بس بنسب صغيرة جدا مش هيبقى بنسبة كبيرة اللي احنا بنقعد مثلا يبقى معانا طبق رز طبق خضار مثلا البرتين اللي احنا بنكله فاحنا بنخلص كل الكيمية تبتيل لا احنا بنسبة 20% هنأكل وبنسبة 80% هنعمل تكميم طبيعي ومفيش حرماء من الاكل الفريق طبي وهو بيتابع لا هيقولك تاكل ايه وما تاكلش ايه ايه دي اهم حاجة انه ما فيش حرماء صحي كده نقطة ان الكابسولات مع الاهوة الخضرة بيسدوا الشهية وبيحرقوا الدهون وبيزودوا معدل الحرق وبينحطوا القوام وبيثبتوا الوزن وبتنظيم لعملية الهضم حاجة كتير جدا وده مهم جدا عشان خطر لما انزل 35 كيلو لازم نزولهم بشكل امن جدا مالوش اثار جانبي بسعر اقتصادي جدا الحقق يا جماعة الاركام والواتساب عشان نصبتات الموزن الحق عايزين نرجع تاني ننوح عن الصفحة معانا على الشاشة وكمان اركام والتواصل ومعانا خدمة الواتساب ساعة 12 بالليل خصم 50% يعني فرصة مش قوله ما تتعوضش تماما حلو جدا يا دكتور الصفحة معانا على الشاشة والاركام والتواصل زي ما اهو عشان لو ما الحقوش تلات وسائل تليفونات وواتساب خدمة مجانية وفيسبوك خدمة مجانية كلمة السير بوكس من الاخر مكاوم من انها هدفع علبة كابسولات فقط بخصم 60% اول ميت متصل 50% لحد 12 بالليل الهدايا بتاعتي علبة كابسولات وقهوة خضرة ومالتي فيتامين مع الكورس يعني احنا لو بنفقد اي حاجة عشان احنا بنقلل من اكلنا فالفيتامين يدخل جسمنا قليل فطمعا الفيتامين بتاعنا النهاردة بيعوض لنا اي حاجة الجسم بيبقى محتاجها صحي كده يا دكتور؟ فكرة ان ملت فيتامين زي ما قلت انا حاططها للناس اللي بتبقى عندها قلق سنة انت لو مش قلقان انا انا قلق لان القلق ده اللي بيوصل دايما للنجاح وفي ناس من تجارب اللي هي عملتها بيبقى عندها نقص في الحديد عندها مشاكل في الفيتامين دال الكلام ده كله احنا بنزبطه من خلال الفيتامين المعنى بالزبط كده يخليني انا اول اسبوع انزل ستة كيلو على الميزان وانا متطمن اول شهر سبعتاشر كيلو تاني شهر خمسة تلاتين كيلو كمان قلب تقولك بوكس علاجي زي ما قلت في اول كلام تمام ودي حاجة مهمة جدا او فكرة القهوة الخضرة حاططها عشان سد الشهية عشان حرق الدهون عشان زيادة معدل الحرق انا عن نفسي باستخدمها كل يوم قبل الفطار عشان خاطر اكل كمية اقل في الفطار واهم وجبة يا جماعة والله 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 وجبة الفطار هاي اللي بتخليني اعرف احرق خلال الاربعة وشرين ساعة مهمة جدا طيب في ناس باقى بتقول لنا ايه يا دكتور انا بمفترش الصفح عشان اقللت من حجم الاكل اللي بكله اه وقت الغدى بس وقت الغدى بس فبتيجي مثلا تتغدى على الساعة ثلاثة اربعة فييجي على الساعة ثمانية تسعة بتبدأ تجوع وتجوع جامد جدا وفكرة انها تدب تحرم بقى نفسها ساعتين فوق الثمانية تسعة على الساعة حداشر كرة نبدأ نفتح التلاجة ونعطيها بالضبط طيب دي بقى اكبر مشكلة ليه لان انا باقى اكل ونام اه وباقى اكل ونام دي يعني ايه يعني انا اجهزتي خلاص ما بقيتش اشغالة فبتاري وانا نايم ما بحرقش انا عايزك يا دكتور بعد الحالة عشان انا عملت كارسة اول امبرحة عملت عملت اقول عادي اه اقول كانت سردين ورنجة بالليل بجد مش عايز اقولك ايه يعني بس بقولك بلاش نعمل حاجات دي وغلط وصح فبس انا اعود مع الدكتور حليلي شوية المشاكل اللي هتحصل لي بسبب اللي انا عملت الساعة كام كانت الكلام ده الساعة كام اقول اه 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 مش هتزعالي لا والله بالليل بالليل الساعة بالليل بقولك والله لا 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 الساعة اتنين بالليل اتنين بالليل طب نيمتي امتى نيمتي بعدها بربع ساعة كده عارف اللي هو في حاجة حصلت غريبة فلو هو نوم بقى يا جماعة انت مش شابه لا ده انت عملت جريمة هي جريمة جريمة محتاجة حل بقى يعني مثلا ريتها مثلا اطلخصت في السندوتشات اطلخصت في باقي الغداء يا سلام بقى لو حد كده بيحب الاكلة دي زيك وقعد يشجعك خمص عيش وهات بس ما كلتش باصل بقى بالليل عشان بسمت ايه احنا شوية زيت شوية لمون انا بفتح نفسكو بس تب سيبك بقى من التخنة او الرفع او كلام ده انا هروح اكلت ايه انت ما تعبتيش لا طب انا كلت نمت ده معناه ايه عارفيني لو اكلت قلب كده او مابيش معه قولتلي السردينو ايه السردينو ايه السردين ورنجا هو بالذات عشان كده المتابعة مهمة سواني بقى عشان كده المتابعة مجانية دي مهمة جدا على فكرة الملح كان خفيف بتاع الرنجا والسردين ما فيوش ملح خالص يا صلاة النبي ايوه هو العيش بس المدر عرفت المتابعة مهمة ليه لما اجأ قولي المتابعة مجانا دي بمثابة الهدية بمثابة الخصم الكبير ليه بقى عشان لما يحصل حاجة زي دي برضو معاكو وانتو بتستخدموا بوكسل من الاخر لازم يبقى معاكو حد من الفرنج طب انا اقولك المشكلة كدفية المشكلة مش كدفية والله المشكلة انا كان معايا شخص في البيت بيعمل دايت هو جوزي يعني شوف بس انا فضحته على هوا خلوه فهو بيعمل دايت تمام فبيفضل طول اليوم لا لا انا مش هاكله كتير لا مش هاكله في قموم اليوم ده تغديني غضوة برضو حلوة فجينا بالليل باتقول يا عزة كده تتسخن الريف وسردنيا واحدة ده هو لي سخنك هو اللي قومني ولا انا بقولك الجريمة مش جاية من عندي صح بعدها الريف ايه والريف هيعمل حاجة في الليلة دي دخلت اللي جفين حمصتهم بعدها سردنيا ايه لا سردنتين طب ما كفاش معانا تبرنجاية كده بسيطة ده احلى ده ايه ده الله هو اكبر الموضوع مجاش برضو ما تزمناش دي فاتحت معاكو اوي هو الموضوع جي تدريجيا وبرضو بصراحة لو يعني لو يوم هتبقى فلتة يعني مش متعودة ان كل يوم يحصل ده فدي ممكن ماشي ايه رأيك احلخ تامة هو عشان الناس بس طب احنا عشان نتفادة اللي حصلي ده نعمل ايه ناخد الكابسولة طبعا نسحى الصبح ناخد الكابسولة مع كبايتين مياه انا بس بصحح اللي انا بوزته الكابسولة مع كبايتين مياه ونشربهم كده هينفشوا في المعدة هيملو حيز كبير 80% من المعدة فمش هتتعرضوا اللي انا هتعرضت له ده تماما وغير كده حتى لو خدت الكابسولة وحصل نفس الموقف وحبيت انك تاكل بالليل وجوعتي عادي جدا مش هتكلي نفس الكمية اللي انا اكلتها دي ايه سخاني تبدل الرغيف اكتر من رغيف مش هعايزة بقى قولك كام رغيف ايه بس محماصين بقى كده وسخنين اه انت دخل لا انا عارف دخلتوا في كام رغيف وتكسر كده وتكلم حاجة جميلة ست رغيف وحطينا بقى تحينة بقى ايه على عايزة اقولك عشان انا طبعا نشيفه كده على الرنجة على الرنجة طحينة وزيت يا سلامة ابداع اه لازم لازم اللمون لا بصوا يا جماعة ركزوا معي ركزوا معي ركزوا معي انا بقى ركزوا معي بوكس النهاردة بوكس من الاخر عشان خطر ما نوصلش على المرحلة دي عشان ما قتلا خلص اه بوكس من الاخر النهاردة هدفع تماما قلبة كابسولات بس بخاص ستين في المال اول ميت متصل خمسين في المال حد 12 بالليل توصيل ببلاش متابعة ببلاش قلبة كابسولات تانية ببلاش قهوة خضرة النهاردة كمان موجودة معانا ببلاش ملتي فيتامين النهاردة كمان برضو ببلاش فاحنا معانا هدايا كتير حوافز كتير وكلهم انبستوا ببلاش برضو عادي جدا وكلهم انبستوا لان احنا مش هنحرمكم من حاجة طبعا الفريد تب بيش هيقولك تاكل ايه هي الكابسولات بتعملك تكميم للمعدة طبيعي دكتور هطلعوني منع الهوى اجبالي لانا اعطي حتي كسة حياتي في البيت بوكس من الاخر النهاردة كلمة السر من خلال الاركام او الواتساب يلا بينا على طول كلنا نتصل عشان نلحق اول ميت متصل باشكرة جدا دكتور كارين كنتم نورني مشرفني النهاردة وانحل الجريمة دي دلوقتي ودلوقتي هروح مع الدكتور نحل الجريمة اللي انا عملتها في البيت اشوفكو على خير عملنا مع السوشي النهاردة مع شيف مفاز مختار كانت منوروني مشرفوني في ديافتي النهاردة اشوفكو على خير ان شاء الله في حلقة جديدة والسلام عليكم